اشتركوا في القناة والعياذ بالله ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل ومن المعروف في سنن الله الحكيمة أن السخية يفوز بالحياة الطيبة ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة بهذا جرت سنة الله تعالى حتى قالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر كيف قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا ما أدراها لأنها رأت في سنن الله تعالى الحكيمة أن الله لا يخزي أبدا من كان من أهل السخاء إني لا أعلم عن رجال فيكم والحمد لله من تكفل بكل طالب علم يدرس من أسرته سواء درس داخل البلد أو خارج البلد ما دام هذا الطالب يدرس فنفقاته جميعا على هذا الرجل أنعم الله عليه بالمال فليكن سخيا وإني لأعلم أن أكثر من عشرين أو ثلاثين من عائلته فيما أعلمهم تخرجوا في الجامعات وكانت نفقتهم عليه وأظن بأنه يبذل أكثر لكن هذا ما أعلم والله أعلم أخرج الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى بلاده وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه وحمل إليه صلى الله عليه وسلم تسعون ألف درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها الحاصل أيها الإخوة السخاء خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومتوقع منك ومني أن نجتهد أن نجتهد النفس تحب أن تستأثر تحب أن تأخذ ولا تعطيه لكن نحن متوقع منه أن نمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا وفي الآخرة وقد سمعتم أن سنة الله في كونه أنه لا يضيم أهل السخاء ترجمة نانسي قنقر